أيضاً حبنا نرحب بضيشي للتحق معي في بلاتو صباحة الوطنية المستشار والخبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال أستاذ يونس قرار مرحبا بك معنا شكراً على الدعوة ننورنا في هذه الصباحة الله يبارك فيك نعضينا أستاذ كما شفنا التجارة الإلكترونية ربما شوناها نوعاً ما انتشرت في الجزائر خاصة مع وباء كوفيد-19 مع العلم يعني من قبل كانت محتشمة شوية إيا كانت الدفع الإلكتروني والتجارة الإلكترونية كان موجودة منذ سنوات ولا ربع سنوات ولكن الناس ما يستعملوا هاش يعني تعودوا منذ سنوات أنهم يستعملوا السيولة يعني ما يثقش في الحاجة الجديدة كان صعب الإنسان باش يغير العادات التاعه لازم تحفيزات باش يروح صعب إقناعه يعني إيه لأنه هو ذرك أنا لما نجي الإنسان يقول له هاي فطورة على الكهرباء تخلصها تخلصها إلكترونيا أو السعر تحاولة تخلصها بالسيولة نفس السعر ما كانش تحفيز يقول لك أنا مع ويدي نخرج دراها مرح نخلص عليش روح نجرب هايدي وما نعرف هاش ونخاف المشاكل ونسمع الديعايات يقول لك واحد يقول لك خلصت هنا يا بالكارطة التاعي وبعد صنع هاي قاس جاء وقطعوا لي لأنه ما لحقتهم مش فهذا تخويف هذا ويزيد يخاف يقول لك ممكن أنه كان يدخل سلوسي يسرقوا لي الكود التاعي على الكارط وممكن يستعملوا هالأشياء أخرى فهذا المخاوف تخلي الناس تتريث ما تحبش تستعملوا على هذه البلدان ونجحة التجارة الإلكترونية ونجحة الدفع الإلكتروني داروا تحفيزات الإنسان معمول هكذا يعني إذا كان متعود على طريقة التعامل في الحياة ديالي ما نغيرهاش إلا إذا كان تحفيز موارف بالتلفزيون تاعي يمشي ما نعرفه يمشي ملاح وكذا ما نبدلوش وقتا شو نبدلو النهار يحفزني اللي يجي يبيع يقول هالتلفزيون جديد ها هو شفية وكذا بشحيل يقول لي نغيروا التلفزيون ونعطيك التلفزيون يدير نفس الشي يقول لك لا نغيره خلي كما رأى حتى نخلي احتفي بلاست نعم أستاذ فقط ولكن كما قلت معي يعني وباء كورونا عفان الله شفنا أنه تجارة الإلكترونية في الجزائر زادت زادت ولكنه كان نشوف الأرقام لمدتها الوزارة المالية حول الدفع الإلكتروني وفريد الجزائر نلقوا بالنسبة كبيرة الدفع الإلكتروني يخص خدمات الاتصالات الناس اللي شارجي اللي كنت تتاعوا ولا لا دياسال وكذا ولكن الدفع الإلكتروني وهذا هذا التطور تاع ربعة ولا خمسة خمس مرات يعني وشندير كهذا الدفع معاملة إلكترونية في تلت سنوات في هذه السنة هذه العدد تحت ضعف خمس مرات مع أنتبالي الناس مش هتعلش تحت الضعف أنه الناس تخاف تروح تمشي تقول لك في الدار ولكن لو كان نجي وللفواتير تاع الكهرباء ولا الماء ولا الفواتير الأخرى تاع سيبير هات الموفيشني تبقى ما كيش التطور تبقى ما نفسها وهذا الشي طبيعي لما نتكلمه على الدفع الإلكتروني نتكلمه على التكنولوجيات نتكلمه على الاتصالات فاش كل يهتم أنه لا دي أسا ما يحبس لهش هم الشباب يقول بابا رحلص لي لا دي أسا يقول ذكي العشرة تعالي كيفاش ندير أكينا طريقة هو رحي دينا إنكارت قال ندكر بها بي تعبابها يتخل ويخلص بيها يكتشف يقول باللي راو دي بان أنا سلكنا لأن الانترنت كانت حبسة البوستة مغلوقة الجيري تياريكو مغلوقة تاكسيفون أو الكيورس كذلك ما كان شوين نشري لكارت ميكاين أنسيت ندخل ونسلك هل واحد يحب يخرج دراهم ونقول الله لم هي البلوز أمورتنسي أنه يدفع يسلك الخدمات التاعه إلكترونيا وهو رو في البيت في الخدمة التاعه لأن هذا حجم له ولكن يبقى تساؤل لماذا هذا الانسان الجزائري يخلص الدياسال التاعه إلكترونيا وما يخلص الفاتورة الكارهبة إلكترونيا قال سوني القاز ما تعطينا الأرقام قال من بين المعاملات العامة التي لديك تقريدية نسبة المعاملات الإلكترونية ما حال وشوف كل أمور يتطور ولا لا لما يتطور معنا بل كين مشكل والمشكل الأساسي هو صعوبة الناس بشي تأقلم بشي تأقلم أو يشي بكين حاجة جديدة لا يمكن أن يقول لك لماذا نذهب لها أنا متعود أن أخلص لي ومحمل يعني وهو لماذا كين التحفيزات هذه اللي لازم الحكومة تفاهمها المواطن جيبه هو الحساب بتاعه هو المؤشر قال لنا لو ندير قال فاتورة تاع الكهرباء اللي نخلصها قال هاي جاتني فاتورة تاع الكهرباء قال هاي جات ربعمائة الف مثلا ربع الف دينار قال إذا تخلصها بالسيولة ربع الف دينار هاي تخلصها الكترونيا عندك تخفيز تاح 5% ولا 3% في الأخير هو راح يبدأ يحسب يدير حسابات قال نربح 20 ألف الكهرباء نربح 15 ألف في الماء نربح كذا نربح كذا فهذا المال هاي تحفيز كما قلت تحفيز معلشان كان يستلقى يستلقوا له يقدروا بلك ما يلحق بصحي البران لوريس بسكو كين دراهم يربحها يعني هنالجانب الأمني ليلعب دور خاصة ربما مع الوضعية الوبائية اللي راننا نعيش هذي هذي حفز الناس خلاتها اكتشفت بسح المفروض نكملوا معها لأن من بعد لو كان ما نكملوش فهذا أستاذ ونلقوش ربما غيس كل في القرصنة لأن الناس ربما يخاف من هاد شي كين وعلى هذي لازم الدولة تطمن المواطنين قال حتى هذي وهذا تندع في الإعلام قال نديروا حصص قال حتى وإذا سرقوا لك الكارطة تاعك حتى وإذا سرقوا لك الكود حتى وإلى كونيكس ورا حتى ما كمبلش العملية وكذا هذي تقنيا نلقو لها حل وأمنيا ولا قانونيا نلقو لها الحل وحتى المخالفات اللي تصرع قال أنت رحت خلصت الفاتورة تاع القاز تاع الكهرباء ومبعد ما 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 جاكش لرش هذك باللي خلصت وانت رحم خرجوا لكم الكونت تاعك كين الضمان الحكومة تضمن قال هوليك مدام كين كين حاجة اللي تضمن ترجع ترمبورسي لقدرها متوع خطر في العملية هذي كين الزابون كين التاجر بسح كين البنك وكين شركة تأمين وكين شركة النقل هذو اللي يديرون لالوجيستيك ليوصل سلعة قال أنا كومان ضيت سلعة وجاتني سلعة واحدة أخرى هذا يعني هناك قانون يحمي طبع كان قانون يحمي ولكن قانون يجب أن يتطبق يجب أن نوجده الشروط لكي يتطبق لا لأنه نلقى مثلا مواطن مثلا شرى حاجة يعني عبر الانترنت مثلا لو انتحى طلبه أسود يلحق له أحمى نقوله طبعا بين قوسين في بعض الأحيان طبعا لا يقدر ما يتكسر في الطريقة ولا الجهاز هو عن باله أصلي وبعد عطاه هو مقلد ما يعود هذا هنايا للقانون هو يدخل القانون باش يدخل رجل القانون لازم له نصوص ولازم يفهمها نعم فكين قانون تعتجارة الإلكترونية ليحمي المواطن ليحمي المستهلك ولكن شكو اللي يفرض مثلا وزارة التجارة لازم لها تحرص باش في الموقع هذك يكون قانون واضح المواد التعو واضحة اللي تبين مسؤولية تعتقد كل واحد وبللي تبين مسؤولية هل هي مسؤولية التاجر مثلا تكسر البروديو هذا شكو المسؤول التاجر ولا شركة النقل ولا شركة التأمين اللي يتعوض فلازم نحددوا المسؤوليات وتتطبق بطريقة يعني آلية معروفة قال لي هتكسر عندك نجيب لك واحدة آخر غلط نفس سلعة تاعك نجيب لك سلعة اللي طلبتها ونعوض لك فهذا الآليات هذو لازم نضبطها في البداية صح تي شوية صعبة لأن الناس مش متعودين ولكن لازم نطمنهم قال حتى وذا صرت ما تخافش ومبعد لازم نديروا أمثيلة قال هاو فلان ونجيب زهم شكو ما جوزتوا في شارية هذا ذلك مواطن يحضر قال ايه أنا ولا غير دوم منضيت سمارتفون جاب لي واحدة آخر ولا دوم منضيت واحدة الفاز وجابه وليمكسر في الطرف طيب أستاذ نتكلم كما تكلمت الآن يعني هي ربما احتيال نعم نتكلم ربما الزبون كيف يفرق بين البائع والمحتال هذه هذه اللي لازم وزارة التجارة بالطبع وزارة التجارة هنا اللي لازم تدخل وين تفضح جميع المحتالين قال مثلا الدير هي قائمة قال هذي الناس اللي حبو يديروا تجارة إلكترونية تعطيهم علامة علامة باللي هذا الموقع هذا مضمون ونعرفه من وراءه قال الشركة معروفة ولا شخص ولا محدد يقول لي المواطن في نشر هذه الثقافة الجديدة قال لما أتروح الموقع تشري منه أتأكد بلي فيه العلامة الفلانية بلي هذا الموقع موثق من طرف وزارة التجارة وهي العلامة اللي تندير ولكن حتى باش ما يوقع شي يعني تدليس على الناس وكذا كاللي جان مرقبة اللي تدخل سورة الانترنت غير يلقوا موقع ممكن هو يقول باللي موثق وباللي مضمون وهو ما عندوش فتكون متابعات لازم تفضح هذا المواقع اللي ما فيهاش هذا التوثيق هذا واللي يدير توثيقه ما عندهاش وزارة التجارة يجب أن تقوم بالدور تحها سكيمة را يدير في الإطار العهم لما تروح نعم أستاذ هناك أدوية رأيتوا باع الآن عبر الانترنت أو حتى في السوق هل هي آمنة يعني نتكلم خاصة على الأدوية وما يشوف التجارة الإلكترونية دائرين في القانون تعتجارة الإلكترونية كان بعض المواد من منوع التبعي إلكترونيا علش لأنها فيها مسئولية مثل أدوية مثل أدوية مع ليش من بعد مع الوقت بالك نعود ونخليها ولكن لازم تضبطها لأن تولي أي إنسان يبيع لأن الدوال لي مدهولي الطبيب مش كل يتحمل المسئولية يعطي لي هذك الدواء كينشري الصيدالي والصيدالي هذا عنده مهنة وعنده اوتوريزاتيون على حساب التكوين دياله مش أي واحد يكون صيدالي ما يقدرش يقول لك يجب أن يكون تكوين أعلاش لأنه عنده مسئولية أمام المستهلك أمام المواطن قال طبيب أنا لقلت لا نوتي ستاع ولا لوردع ناص وأنا كصيدالي لأني لأنه اليوم نلقوها بزا في تباح خاصة عبر مواقع توصول اجتماعي اللي أصبحت لديها دور كبير في هذه التجارة الالكترونية لازم حملات حسيسية باش يبينوا للناس برمير ما قال الأدوية ما تشره مش عند هذا غير الموثاقين ممكن في المستقبل تخرج لنا صيدالية إلكترونية يبقى إلكترونية هل يتأكد بلي هذا الموقع هذا وراء هو صيدالي موثق إيضان تفي وزارة سحة تطلو لغريما حتى الزبون ما يخافش لما يلقى حاجة موثاقة موثاقة قال على بالي بلي هو صيد سكيمة اللي نديره مثلا لتالي ميدسين أنه ندير يعني كونسفلتاشون ميديكا لا ديستانس طبيب تعيد يدير الفحص يستشرني ولكن عن بعد عن بعد شكو اللي يتحمل المسؤولية أكيد زبون ربما الزبون لازم نتأكد بلي هذا المينصة هذه موثاقة يأكد اللي بلي اللي يره أنفاس معايا في الفيديو اللي نشوفه هو الطبيب بلي الموقع اللي دخلته هو موقع موثق وراني مطمئن مشي إنسان محتال يقدم نشو عد على أنه طبيب نفساني ولا طبيب كذا هو موش طبيب فكين هذا الخدمة تكون مؤمنة إن شاء الله والناس تبشي لها وإلا يكفي أنه تقع فيها بعض المخالفات تقول لي عرقيل يقول لي والناس يخاف يقول ليك لا نكمل كي ما كنتم ندير لاشيان عند طبيب ونستنى ونتنقل هذا يكتوني ريسك تتعمل مستقبل إن شاء الله ما عندنا لش حل وحد آخر نعم لازم نعمل موها هذه خاصة نشفناها مع الكورونا وشايفين باللي فيها فائدة كبيرة وشفنا في العالم الأرقام كيف شرها بالمليارات الدولارات تعوى فوائد في التجارة الإلكترونية لازم الجزائر تعيش العصر تحا نعم الأستاذ ترجمة نانسي قنقر